في حال الاتفاق تشرع القوانين وتعقد الصفقات بما يلبي مطامع السياسيين الفاسدين في العراق وعند النزاع يبدأ الابتزاز السياسي بتلك الصفقات ويخرج صندوق الفساد الأسود للعلن هذا هو العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 وعلى ذلك تعقدت الأحزاب والكتل تحضر هذه المقدمة في ذهن الباحث عن سبب وجيه لإعادة إثارة قضية قانون النفط كردستان العراق الصادر عام 2007 والذي أتاح لحكومة أربيل حرية التصرف والبيع الاستقلالي للنفط بعيدا عن سلطة بغداد وفي هذه الفترة وبعد 15 عاما صدر حكم من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذا القرار وعليه فيلزم حكومة أربيل تسليم كل نفط شمال العراق إلى بغداد مليارات الدولارات ما بين نفط مباع وآخر مهرب ملأت خزينة حكومة أربيل طوال كل هذه السنوات ولم تتحرك المحكمة الاتحادية وفي هذا الوقت وفي ظل تدعيات الصراع ما بعد الانتخابات وموقف الكتل الكردية من طرفي الصراع صدر هذا القرار ليكون بمثابة ابتزاز سياسي لا أكثر أما طوال السنوات السابقة فلم يظهر أي حرص وطني على اقتصاد العراق المنهوب على يد جميع السياسيين منذ عشرين عاما تقريبا هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية أثار غضب قوى الإطار التنسيقي بناء على خلافات سابقة فعامدت المحكمة الاتحادية إلى تأديب حكومة أربيل عبر إصدار قرار بعدم دستورية قرار نفط كردستان العراق الصادر عام 2007 فما أسرأ حسم المسألة عند المحكمة الاتحادية عندما يتعلق الأمر بشيء يثير حفيظة الميليشيات وما أبطأ قراراتها عندما تكون الميليشيات راضية عن طرف ما ولو على حساب الاقتصاد العراقي